أن تكون عراقيا نازحا يريد العودة إلى مدينته المنكوبة فأنت أمام خطر انتشار الألغام والمخلفات الحربية وليس فقط خطر الميليشيات أو غياب الأعمار والخدمات وانعدام فرص العمل في مدينتك أقل من 20% تلك هي المساحة الكلية التي تم تطهيرها من الألغام والقنابل غير المنفلقة في أنحاء البلاد وفقا للأمم المتحدة أي ما يعادل 26 مليون متر مربع فقط رغم انفاق المليارات منذ انعقاد أول مؤتمر للمانحين عقب إعلان انتهاء الحرب على تنظيم داعش أواخر عام 2017 مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في العراق أكد استمرار وجود تحديات تعيق عودة آمنة للنازحين إلى مناطقهم ومنها عدم توفر سكن لائق وخدمات شبهم عدم مع وجود تناقص في تمويل جهود إزالة الألغام من مناطق ملوثة وغير آمنة للعيش ومع قلة التمويل عام 2023 يتوقع للمكتب الأممي استمرار تدني تمويل في العام 2024 مقابل تلك المعطيات لا يزال يوجد أكثر من مليون شخص نازح داخل البلاد يشكلون حوالي 192 ألفا وستمائة وخمس وستين عائلة يواجهون مصيرا مجهولا ومن بين هذا العدد يوجد نحو 158 ألف شخص ما يزالون يقيمون في مخيمات نزوح أغلبها في كردستان العراق وشرقي الموصل في محافظة نينوة كما تذكر تقارير الأمم المتحدة أن أكثر من نصف النازحين في العراق حاليا ينحدرون من محافظة نينوة وتشكل نسبتهم 56% من عدد النازحين الكلي وهم من مناطق سنجار والبعاج وتلعفر ويا لذلك النازحون من محافظتي الأنبار وصلاح الدين الذين تشكل نسبتهم 22% من العدد الكلي للنازحين ورغم أن جهود إزالة الألغام تلعب دورا كبيرا في تمكين عمليات إعادة الإعمار في المناطق المتضررة من الحرب وتسهيل عودة النازحين إلى مناطقهم إلا أن هذه الجهود لا تزال ضعيفة ولا ترتقي إلى مستوى الأموال التي رصدت لمكافحة هذه الآفة الخطيرة